ثم أيضا دليل آخر في إنجيل متى أصحاح 12 عندما اكتاز بين الزروع وكان تلميزه يقطفون من السنابل فاشتكى وتضمر الكتب والفرسيون ورؤساء الكهنة وقالوا أنه لا يجوز فعله في يوم السبت قال لهم يسوع في عدد سبع فلو علمتم ما هو إن أريد رحمة لا ذبيحة لما حكمتم على الأبرياء فإن ابن الإنسان هو رب السبت هذا دليل آخر على كون ابن الإنسان ليس مجرد إنسان ابن إنسان لكنه هو الله الظاهر في الجسد فمن هو رب السبت؟ السبت هذا شيء يخص يهوى فقط يخص الله فقط لأنه في سفر الخروج أصحاح 31 عدد 13 قال الرب لشعبيه القديم سبوتي تحفظون فالسبوت هي سبوتي يهوى اليوم اللي ربنا خصصه دون عن باقي أيام الإسبوع لي كي يكون له عشان كده المسيح لم يقول أنا رب السبت مش بيدعي المسيح لم يكن يدعي إنه يوضح إنني أنا يهوى إله العهد القديم أنا بذاتي في ثوب الإتضاع ابن الإنسان فابن الإنسان هو رب السبت أي أن ابن الإنسان هو يهوى الله الظاهر في الجسد وإنه السبت خلق من أجل الإنسان مش الإنسان من أجل السبت والمسيح هو رب السبت تمام